طارق بن شهاب البجلي الأحمسية رضي الله عنه أن رجلا سعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد وضع رجله في الغرز أي الجهاد أفضل قال كلمة حق عند سلطان جائر رواه النسائي بإسناد صحيح الحمد لله رب العالمين والصلاوات ربي وسلامه على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا ويرفعنا في الدنيا والآخرة مبديم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مبديم السلام عليكم وبركاته اشتركوا في القناة موسيقى 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أبي عبد الله طارق بن شها بن البجلي الأحمشي رضي الله عنه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر 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 ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي نانسي قنقر 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 نانسي قنقر